من إنكار لهوية المهاجم إلى التهديد والوعيد الكلامي وصولاً إلى الشكوى للمنظمات العالمية ومناشدتها بحماية مقراتها من القصف هو أسلوب ميليشيات الحجر في التعامل مع القصف الصهيوني الذي استهدف مقراتها عدة مرات الحرج من الرد والعجز عنه دفعها إلى إنكار أن من يهاجمها هو الكيان الصهيوني فصار قادتها يتخبطون في رواياتهم أبو مهد المهندس يتهم الولايات المتحدة بتسهيل مرور أربع طائرات مسيرة لقصف مخازن ميليشيات الحجدة وسارع فالح الفياض بنفي الرواية والتبرؤ من تصريحات المهندس حكومة عبد المهدي مع رئاسة البرلمان والجمهورية تكتفي بإدانة القصف وتدعو إلى عدم تحويل العراق إلى ساحة حرب ومركز لشن هجمات على دول الجوار قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يختار العراق حلبة لتصفية الحسابات مع الكيان الصهيوني التخبط الذي يمر به المسؤولون في العراق وقالة ميليشياتها يقرأ من خلال معرفة أسباب الهجمات الصهيونية المفاجئة تقارير عدة تؤكد أن إيران نقلت مخازن أسلحتها من سوريا إلى العراق بعدما أصبحت أهدافا للطائرات الصهيونية ما دعا حكومة تل أبيب إلى ملاحقة هذه المخازن وتعقبها في العراق لتبدأ مرحلة صراع وقفت الحكومة حائرة أمامها بين سياسة النأي بالنفس عما يدور في العراق خوفا من الجانب الأمريكي والضغوط الإيرانية على الحكومة لتكون في طرف إيران وربما درعا لها في الصراع المحتدم البقاء على مسافة متساوية بين المحتلين الأمريكي والإيراني في ظل هذا التوتر أرهق الحكومة وأثبت فشلها في إدارة الأزمات فآثرت أن تترك مركب البلد بيد زعماء الميليشيات الذين يبحثون على ما يبدو إلى مخرج من مأزق الصراع مع الكيان الصهيوني عند أول اختبار حقيقي لردة فعل ما يسمى محور المقاومة